معكم سندوس بوهندي الفائزة بلقب صنعة بلادي الموسم العاشر مرحبا بيا معكم في اليوم 24 مسندوس بوهندي 28 سنة أنا مصممة سائغة ومعلمة تسمي مجوهرات ومعلمة تسمي ديسة جوري اللقب صنعت بلادي كان واحد تتويج بزاف دي المجهودات بزاف دي الخدمة كنت قرأت في الأكادمية دي ذاك تخاديصونال وماكملتش من بعد حاولت نبقى في دومان كان دائما كجرني له كنشوف بلي هاد السنين دي اللي او اللي باع كاملين تصير خلصو فوحد اللي تخوفي اللي هو دي صنعت بلادي تقسيت من المسابقة سيبت واحد بحل من مينياتور دي الكسكسو كيني الناس اللي عجبتهم بزاف كيني الناس اللي ما تقتنعوش بيها ما أنا كانت عجبتني بزاف بيها تقسيت من المسابقة ولكن كان عندي يقين أن الفولوورز والناس اللي كيسندوني من البدايس جالي غادي يفوتوا عليها الحمد لله كان واحد كان واحد الحب كبير بزاف وكنقول كون ما تقسيتش ما كنش غادي نشوف هاد اللاغي عكشون و هاد اللامور اي نغ من عند الناس نوك بالنسبة لي الاقصاء كان فيه خير و الرجوع ديالي كان نتيجة جال بزاف جال الحب من عالمين قبل ما نقرأ لبيجوتخي ما عمرني ما كان عندي بغيما شي انتغي كبير أبوا مني كنت صغيرة كنت كنت صيب دي بتي بغاسلي فلافاك كنت كنت كنقر بيولوجي مشيت كن نحاول بيجو اللي مصايبين ديجا ولكن بشأنني أنا نصيبه مبيدي ممورني ما مطعت ليه في البال دخلت للاكاديمي ديزافت هاد السونيل بش ندير شي حاجة أكتستيك حيث سالشي كي يجبني وتماك فين لقيت الاباسيان ديالي معلومات الطال القصوب وغلابهم يغفوها وحسيت بديك الكنكشن معاه هكا كيفش بدا تسني ديسا من بعد للاكاديمي نومالما لفرماشون في عطفوازو انا قلت غير سي موات وكنت هاجرت للمانيا وتماك فين زي تطورت المهارات تجالي في سياغة المجوهرات تلقيت مع الناس تبرك الله اليوم وعلم بزاة في الدومان وطورت من المهارات تجالي في ديزاين والليت كنخدم از فريلانسر في ديزاين دي بيجو صيبت مئات تصاميم للزوبناء وشركات حول العالم وصيبت ديكوغ انلين اللي كنقرر فيهم الناس كيفاش يقدروا سوما يصيبوا دي بيجو وكيفاش يرسموهم ويصدغوهم والحمدالله اليوم عندي كتر من الفين وربعمائة تلميذ من اشترك ديوستين دولة في العالم من بعد صيبت سنة ديزاة جوري اللي حاولت نصيب دي بيجو كي راكونتوني اسطوعه يعني كي جاندي لو كليان كيحكي لي القيصة دياله وكنصيب لي ام بيجو اللي كيحكي هاديك القيصة يعني كل واحد كتكون عندو شحاجة سبيسيال في حياته وكيقدر يبغي يدير تكريم الراسه وكيقدر يبغي يدير شحاجة سبيسيال واحد من حبابه وهذا هو الدور جسني دي ساتجولي اي واحد فينا كيقدر يمر من دي مومان صعاب في حياته كنظر ان الانفانس ديالي كنفى بزاف اللي مومان زوالين وكنفى حتى دي مومان اللي صعاب بزاف كنت شوية تخيست ولكن اللي نقدر ندبيعليه في الكوتيه كنت قرأت الابيولوجي ولكن ما اكملش فيها مباعت قرأت الالوجيستيك خديت لو ديبلوم عوثاني جيشانجي عوثاني قرأت في الأكادمية الداختة الحديثيوني فنتعلمت الابيجوتري يعني المساج اللي بغيت نوصل هو إلقريتي واحد لدومين وبدلتي رسي بالفانجومان يقدر تكون انت في واحد الرحلة دي الاكتشاف الدات واكتشاف الوجهة اللي انت بغيت وصل لها تقدر تبدل بزاف ولكن قاعدوا يصور لك جمع من ذوك الدراسات اللي قبل كيكون كيوجه هك الواحد الحاجة اللي كبيرة بزاف واللي مغات عرفه حتى يدوزو بزاف جسيني كل واحد في الدومين ديالو كيكون عندو انسيب كنظن ان هادشي اللي كنصيب ما كيسبليش الناس كاملين ماشي الناس كاملين عندهم واحد العمق في تفكير ديالو كينين مجموعة من الناس اللي سطحيين ماهده مثل ما عادي يعني كيكونوا كيشوفوا غير المظاهر ديال الحاجات وكيفضلوا انهم يخدوا واحد الحاجة اللي كينبغطوا اللي عند الناس كاملين اللي تقدر تكون تمن ديالا قليل بزاف اللي ماقدرش نقول لك ان اللي برودي ديالي غادي خاص ناس يديروا بحالي حتى كل واحده اللاصيب الجار انا اللاصيب الجاري كيجبها تشيلي كندير كيجبها تكون عندا شي حاجة متميزة وخاي كونتا من نسبيا طالع مقارنة مع القيساريات ولكن كنشوف اللي الدومين ديالا بيجوتخي غاديو كيطلع بالعكس ما كيهبتش كينوا حتى تطور كبير سيغطو في الاليات اللي ولو دابا كنشوفوا ديال صندخ اللي ولو كيطروا دي فرماشون كبار كنشوفوا الناس ولو مهتمين بلا بيجوتخي ماشي غير الناس اللي تعلموا من الحرفة من الصغر كي الناس كيقراوا عندهم ديالماستاء وكيمشوا وكيتعلموا بيجوتخي كيتعلموا الحرفة تقليدية لذلك النسبة لي هذو كل الباديرات اللي كيددير الدولة باش تشجع صنع تقليديين ولي كيددير هذك ميزان دارتزان وقاع الناس الجهات المتخصصة كيدروا بزاف المجهودات باش صنع تقليديات تزيد القدام واش كل شي خاصو يمشي في المصار ديالي للا صعب حتى خاص بزاف طاقة وشكل الإبداعية ومغتكنج إليه مغتكنج إليه كنظن أنهم الحويج اللي غديش تجعو السنع تقليدي يد يد القدام في المغرب هو نقص شوية من اللينبا نشوفه في الدومين ديالا بيجوتخيك نشوفه اللي بيجو ديل تركيا مكتاز حينسوق ديل بسه كينين اللي بيجو ديل تايلاند نشوفه اللي بيجو ديالي وهذا الشيء يجعل الخدمة ليس أحد يستطيع يبيعها حيث منين كانت بيجو 100 درهم وفي الألاف وانت قلت له شيء واحد سوف نعمل بسهولة من قليل بسهولة نظن أن الانبوغ من أول مشاكل صناعة تقليديات وانت قلت له بيجو نبقية أيضا معهم ويستطيع ذلك ويستطيع نصبحنا الشعبين فيما يشترك الخاص بنا في سنة التقليدية ويستطيع نعرف أن تدعون إلى الناس التي عرفواهم لديهم ديبلوم ويستطيع نعلم أفكارهم أفكارهم لأفكارهم أحبوا تحبثوا على ثلاثين عام ويجبون أحباموا إلى مرحلة أخرى لذلك الحصر ويجبون أصدقاء أفكار أفكار بذلك المطلوب كيف تحبين ولي بغي يتعلم يتعلم موارا صنعت بلادي كنفكر بعدها دائماً كنحاول ندرج حاجة اونيك ولكن غادي يطلع النبو بزاف فغادي نحاول نخدم على دي بياس اللي يكونوا كمبلكس كتر في اللول كنت بحالة كنت حفظ وحد شوية ولكن دابا غادي تكون غادي يكونوا دي بياس اللي شارجة كتر من ناحية الكرياتيف وحتى في الخدمة ان شاء الله كنواعد الجمهور ديالي با اون كاليتي اكبر من اللي قبل سواء في الكرياتون دي كونتنو الفيديو غادي يطلع فيهم من نيبو كتر الكرياتون غادي يكونوا كنفلكس كتر غادي نحكي لكم بزاف دي القصص وكنتمنى حتنتوا ما تحكيوا لياقصتكم باش نسايب لكم اللي بيجو ديالكم كنشكر الفريق ديال اليوم 24 اللي جا بشي هنأني على الفوز ديالي بلقب صناعة بلادي الديسيون العاشرة كنشكروا سي الناس اللي صوتوا عليها في الاميسيون دي صناعة بلادي مغيما كلمة شكر قليلة بحكم شكرا لكم على الدعم ديالكم شكرا على الرسائل ديالكم اللي كتير بزاف 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 مقدرة شتنقرها كاملة شكرا لكم على الحب وعلى التقدير وعلى الكلمات الطيبة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة